مرحب بالزميل العزيز محمد الباز نورنا محمد بسأل خير يا كابتن نايمان بسأل خير على الجمهور النادي الأهلي يعني ده بقى المباراة اللي مستنينها تكون مباراة يعني فيصلية في مشوار الدوري للفريتين للفريتين يعني الأهلي طبعا وبرامدز الأرقام وتحليلها للفريتين بتقول لنا ان احنا فيه منافسة شرسة على جميع الأكشنز الفنية في الملعب على جميع الأصايدة من ناحية الدفاعية ناحية الهجومية التحولات حتى الكرات السابتة حتى ضربات الجزاء حتى المراب حتى الضغط وطرقه كل ده بتقول لنا الأرقام ان فيه منافسة قوية مش بس على صراع الدوري وحسم اللقب ولكن احنا النهاردة قدام خصم بيرامدز قوي ماشي بشكل كويس جدا المباريات الفوز المتتالي الـ 14 مباراة فوز متتالي لبيرامدز وصاد 12 مباراة فوز متتالي لنادي الأهلي جابين بقى احنا عشان نشوف الحالة الفنية للفريتين في الفوز المتتالي ده كان عامل ازاي ومن هنا هنقف على أهم النقاط الفنية بتاكس بقى النقاط القوة والضعف خاصة بيرامدز يعني علشان نقدر نهاردة نشوف الأهلي ازاي يقدر يفوز على بيرامدز رغم المنافسة القوية دي رغم ان وجود عناصر يعني أصحاب كواليتي عالي في الفريتين وفريت بيرامدز هيكون منافسة قوية جدا نتكلم على أهمهم طبعا نتكلم من أول الدفاع خط الدفاع نتكلم على الأزهرة عند بيرامدز هي نقاط قوة فول باكس نبص على الأرقام بقى تلاقي الشيبي من أكتر الناس في صناعة الهداف أو التمرات الحسيمة عنده تمانية من أكتر الناس في الدول نتكلم على حمدي حتى في الباكس الشمال برضو خمس أو ست مساهمات الوليد الكارتي كل اللعبين نحن نتكلم عليهم بالتفصيل ولكن يا كابتن خلينا نبص على الفوز المتتالي عند الفرئتين ونوفق على أرقام الفنية عنده الأهل زي ما قلنا 12 فوز متتالي بيرامدز 14 فوز متتالي بغض النظر طبعا فيه أربع مباريات طبعا أو سلس مباريات أربعة طريبا دلوقتي فرق ما بين الفرئتين ولكن خلينا نشوف الفوز المتتالي ده كان عامل إزاي الأهل أحرص في الـ 12 مباراة 30 هدف بيرامدز 33 هدف في الـ 14 مباراة تعبنا نشوف المعدل التهديفي الأهل الأفضل حتى على مستوى الدوري في الـ 23 مباراة لتلعب أو ناحية بيرامدز 27 أو 20 مباراة 2.5 لأهلي 2.3 لبيرامدز خش بقى الأهداف والمعدل التهديف المتقارب طب استقبلوا إيه للتين استقبلوا قد بعض 7 أهداف ولكن طبعا من بيرامدز في الـ 14 7 الأهلي 7 من الـ 12 تعانيش بقى شباك النظيفة كابتن هنا بقى هتشير الرقم ده هتشير على حتة مهمة جدا هنتكلم على الأهلي 5 مباريات كلينشيت في الـ 12 ده بيقولك أن الأهلي استقبل طبعا في 7 مباريات بيرامدز 9 مباريات كلينشيت من الـ 14 فكده بيرامدز استقبل في 5 مباريات صح كده فبنتكلم على أرقام ناحية بتعكس النحية الدفعية عند الفريتين آه متقاربة ولكن نتكلم على في مبارتين فرق ما بين الأهلي وبيرامدز ولكن هنا المؤشرات بتقولك لا فيه نمونافسة منافسة في جميع الناحية الدفعية والناحية الجمية نتكلم على التسلسل اللي هو بلا هزيمة ده تعانيش في الفرص 140 فرصة تصنعت في الـ 14 مباراة عند بيرامدز ندي الأهلي 138 برضو قريبين نخش على أهداف المتوقعة الأهلي زي ما قلنا أنه هو أحرص 30 هدف بس كان مفروض يحرص 37 هدف طب بيرامدز أحرصت 33 هدف كانت المفروض تحرص 43 هدف فيها 10 أهداف هنا فرق ودي نقطة ضعف ومشكلة كبيرة عند بيرامدز هنشير إليها بالأرقام أنه هي بتصنع فرص كثيرة ولكن عندها إهدار الفرص كثيرة جدا ومن أكتر الفرر اللي بتهدر فرص وعندهم فيستن مايلي الراجل اللي هو هدف الدوري هو أكتر لاعب أهدر فرص حقيقية فبالتالي ده الأرقام اللي بنقول عليها تعاني بص متوسط لمس الكرة داخل منطقة الجزاء على الـ 14 في الـ 14 مباراة لبيرمت تقريبا 26 مرة داخل البوكس عند أي خصم نادي الأهلي 30 مرة دايما الأهلي بتفوق في وجوده في البوكس المستطيلة أو المرابأة اللي هو منطقة الجزاء عند الخصم دايما الأفضلية عند نادي الأهلي بعدد لمساته كورة أو وجوده داخل منطقة دي ده الشكل من ناحية الدفاعية والناحية الهجومية عند الفرئتين في المباراة اللي هي بلا هزيمة ده كابتن أيمن بتدينا شوية المؤشرات اللي شرحناها دي بتعكس الأداء الفني للفرئتين تعاني بص بقى هم عاملين إزاي في الدوري ماشيين إزاي في الدوري بالأرقام في الـ 23 مباراة اللي لعبوا من نادي الأهلي والـ 27 لبرامدز خلاص إحنا عارفين بقى هنا هم بص على رقمين الأهلي خسر في مباراة برامدز خسرت في مباراة تمام خسش بقى على الترتيب معروف خش الأهدف الأهل 54 خلانا نتكلم في 52 هدف نشيل الهدفين بتوع مباراة الزمالك برامدز 49 آه الأهلي أقوى خط هجوم لأن المعدل التهديف على عدد المباريات زي ما قلنا بيوصل لـ 2.3 وـ 2.5 للنادي الأهلي برامدز أقل من نادي الأهلي في معدل التهديفي إذن الكوة الهجومية يعني أفضل عند النادي الأهلي الـ XG عند النادي الأهلي كان المفروض يصل لـ 69 هدف هو أحرز 54 ناحية الثانية هتلاقي الضعفة عند برامدز جاب 49 هدف وكان المفروض يصل لـ 87 هدف شوف كمية الأهداف دي من كمية الفرص الغزيرة يعني عنده شراسة في صناعة الفرص ولكن زي ما قلنا هو أكتر فريق بيهدر فرص نكمل برضو عشان نشوف أهداف من داخل منطقة الجزاء 43 هدف لبيرامدز من 281 تزديدة من جوة يعني منطقة الجزاء وعندهم 6 تزديدات من الخارج من سوري 6 أهداف من إجمال 142 تزديدة من خارج منطقة الجزاء الناحية الثانية الأهلي 217 تزديدة داخل منطقة الجزاء أحرز منهم 45 هدف والسبعة كانوا من خارج منطقة الجزاء ركنيات متقاربين يعني شوفت حس الرقم ماشيين برضو مع بعض أوريب السابعة بالماتش البيرامدز يعني تريبا 6 طيب صنعت الاهداف الأسست لتنين متقاربين تمريرات الحاسمة عند بيرامدز 38 آه عدد المباراة احنا عارفين البيرامدز أكتر ولكن خلينا نشوف اللي هم وصلو له حتى الآن النادي الأهلي 36 أسست تمريرات المفتاحية بالمباراة برضو متقاربين بغض النظر عن التويت المباراة لكن احنا بالمتوسط هم عشرة الأهل 11 بيرامدز عشرة الأهل 11 برضو زي التمريرات الحاسمة فإذن صناعة الأهداف هنا والتمريرات متقاربين ما بينها بين النادي الأهلي ده الشكل الهجومي عند الفرئتين نكمل برضو عشان نشوف الاستحواز البيرامدز بيمتاز شوية بالاستحواز في عدد المباراة اللي اللعبهم 64% النادي الأهلي 61% تزديدات بيرامدز بيصل لـ 15 تزديدة بالمباراة 5 منهم على 3 خشبات تقريبا النادي الأهلي برضو مقارب ولكن الدقة شوية لبيرامدز بـ 36% عرضيات متقاربين يا كابتن أيمن بيعملوا سبع عرضيات وهنا بقى نقطة الكوة عند بيرامدز العرضيات من اللعب المفتوح والقرات السبتة أو الكرات من الدربات الركنية بتشكل خطوط مسبوك وهعرض لحضرتك أرقام فيستو مايلي الهدف اللي جابها جابها إزاي بتعكس بقى الرقم اللي احنا بنقول عليه هنا ونقطة الكوة عند بيرامدز اللي لازم النادي الأهلي ياخد باله منها النهاردة في الرقابة وهكذا الأهدف المستقبلة استقبله 17 في 27 مباراة الأهلي 20 خلاص احنا عارفنا أنه عندنا مشكلة هنا في الرقم ده كان ممكن يستقبله 34 احنا كان ممكن نستقبل 33 هدف مش بس 20 نكمل بسرعة عشان نشوف الناحية الدفاعية عاملة إزاي الشباك النظيفة 7 للنادي الأهلي هما 16 من 27 احنا 7 من 23 تمرات الصحيحة متقاربين 485 الأهلي 482 الدقة نفس الدقة الاستحواز أهلي بيختلف شوية عشان عدد المباراة أكثر التمرات الطولية هما بالعبار 44 تمريرة متوسطة بالمباراة دقتهم 50% وده الرقم المعدل الصحيح الحقيقي لأي تمرات طولية بالنسبة النادي الأهلي يفتقد بعض الدقة في التمرات الطولية ولكن الأرقام متقربة يعني 46% كسب السنائيات يعني قد بعض تقريبا الأهلي بيتفوق في كسب السنائيات لأن بعض الرقم هنا ده بيقولك إن في مشكلة في قط الدفاع عند بيرامدس وقلوه بالدفاع بالذات لأنهم عندهم مشكلة في الرقابة وكسب السنائيات فالأهلي الأفضل في الحتة دي وده برضو من نقاط الضعف عند بيرامدس كسب الكرة بالمباراة 101 الأهلي 102 الأرقام متقربة كسب الكرة ده بالتاكلينج بالاعتراضات بكل الكلام ده كابتن آيمن حتى للتحمات الهوائية ولكن الأهلي دايما للتحمات الهوائية هو الأفضل وأعلى نسبيا من بيرامدس بالأرقام نكمل عشان يعني نشوف حتى بيخسروا الكرة واسترجاع الكرة عند النادي الأهلي الأرقام متقربة ولكن يا كابتن آيمن دايما الأهلي بيمتاز فيه للتحمات الهوائية والسنائية دايما الأفضلية ليه؟ لأن الكواليت اللاعبين عندنا أو إحنا عندنا اللعيبة هم عندهم مشكلة في قلوب الدفاع وحنعرض بعض الحالات اللي بيتمثل كده سريعاً الاتنين المهدفين الفريدي خلاص هو واضح أن وسام ماشي بخطوات كويسة 11 مباراة يعني بلعب كابتن تقريباً 63 دقيقة في المباراة فيستو مايلي بلعب أكتر منه وهلاقي بطبعاً 26 مباراة الراجل المشاركات يعني أنا أعتقد أنه هو 2000 وحاجة دقيقة أما وسام 750 دقيقة تقريباً بنتكلم 63 دقيقة من 11 مباراة وسام أحرص ثمان أهداف فيستو مايلي طبعاً 13 هدف وهو هدف الدولي طب تعباً نشوف الأكسي جي هنا بقى الرقم اللي حيبايل لك أن فيستو مايلي هو أكتر لاعب بيهدر فرص كان المفروض يجيب 20 جول فهو جاب 13 ففيه 7 أهداف من فرص مؤقتة حنعرضها دلوقت أما وسام أوفراتشيفنج وسام كان المفروض يجيب 6 الراجل جاب 11 أهو في ضربتين جزاء والأكسي جي بتاعهم معادي بالزبط فبالتالي إحنا لأهو سام متفوق على نفسه متفوق أنهو من فرص قليلة بيقدر أنهو بالزبط يستغله أهداف بالرأس هنا بقى 6 أهداف عند فيستو مايلي الأهل ياخد باله بقى قلنا أنهما بيعملوا عرضيات كويسة ركنيات كويسة والراجل ده بيترجم الكلام ده بالأهداف 6 أهداف من ضربات بالرأس أما لسه وسام ما أحرص أي أهداف بالرأس حتى الآن في الدوري أهداف بالرجل الضعيفة بقى يعني ده برضو حتة لازم الراجل ده بلعب بشماله بيمينه بقى طبعا معظم الأهداف أكتر باليمين ولكن لو جات على شماله ممكن يحرز أهداف أهداف من ضربات جزاء هو ما شاطش لسه ضربات جزاء أما زي ما قلنا وسام 3 أهداف من 3 ضربات جزاء التزديدات لتنين بقى كابتن أيمن فيستو مايلي بيحتاج تقريبا خمس تزديدات على المرمى عشان يجيب جول أما وسام قد يصي عن هدفه تزديدين ونص مقارب من 3 تزديدات عشان يجيب يحرز هدف فبالتالي إحنا الأفضلاء دايما لو وسام كراس حربة هنا اهدار الفرص أكتر من أهدر فرص في الدوري العام حتى الآن هو فيستو مايلي 13 فرصة حقيقية وسام 2 قد أقل من 2 الأمان إحنا قربناها وده شفنا في الـ XG تزديدات 61-21 ولكن تزديدات بالمباراة أو تزديدات صحيحة دايما وسام بمتاز بيها يعني 10 من 21 يعني الدقة عنده عالية جدا تقارب من 45% أما التمرارات الحاسمة وسام ساهم 3 تمرارات حاسمة فيستو مايلي 5 تمرارات حاسمة هم من أكتر اللاعبين في الدوري في المساهمة التهديفية حتى الآن مايلي لمس الكرة بالمباراة 21 مرة وسام 18 ولكن 18 من عدد الدقائي اللي لعبها وسام ترقم كويس كسب السنايات الاتنين طبعا بيرجعوا بيعملوا الضغط تقريبا مقربين ولكن الأفضلية لو سام باربعة واربعين في المية زي ماينا كابتن ده الاتنين من مفاتيح اللابة عند الفرقتين نتجع للشيبي زي ما قلنا الرجل الباك اليمين الجاب هدية مع مصطفى فتحي خطيرة جدا مصطفى والشيبي لهم مساهمات في الأسست والتمرارات الحاسمة شيبي من أكتر الناس بتسدد على المرمى طبعا إبراهيم عادل وهو مش موجود فيه أكتر من العيبة الكارتي بالناس برضو بتساهم حتى حمدي حتى كل عيبة ديت فالجبهتين عندهم اليمين بالأخص هي صح بالأرقام هو أعلى أرقام حتى الآن من ناحية المساهمات هنشوف مبارات سنائية النهاردة في الأجناب بكل تأكيد بكل تأكيد التركيز عنده بقى نقطة مشكلة هنا فين في قلوب الدفاع في الرقابة دي طبعا كانت مبارات المؤولي لا دي كانت مبارات سراميكا كانت ناجم ده الهدف اللي جاء فيهم كرة سهلة حنشوف أربعة على واحد وسيبين تلاتة فاضين فبالتالي عندهم مشكلة في الرقابة هنا الكرة تلعبت اللاعب فاضي بكل سهولة وأحرز الهدف يا كابتن أيمن فعشان كده النادي الأهلي هنا عنده فرصة كبيرة جدا دي نقطة من أهم النقاط الضعفة عند بيراميز اللي هي الرقابة والتمركز عند قلوب الدفاع أو خط الدفاع من وراء ما فيش ربط ما بينهم فتلاقيهم كلهم مسكين لعب وسيبين فيه تلاتة فاضين ناحية اليمين كرة دي تلعبت نكمل بسرعة بقى الحالات خلاص تلعبت الراجل فاضي تماما وسدد وأحرز هدف ده مبارات سموحة في الربع ساعة على خيرها كابتن أيمن قد يفقد التركيز أو الضغط ما بتلاقيهوش موجود ما بيكملش للنهاية ضغط 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 فبالتالي هتلاقي مساحة فده مبارات سموحة الكرة هنا تلعبت نص الملعب بارتحية تماما أصبح هنا تلاتة على تلاتة والكرة تلعبت بكل سورة نكمل خلاص هنا اللعب يعني تسموح قطع ودخل هنا واللعب التاني دخل هناك ناحية الشمال عمله طبعا العكسية ما بينهم والكرة تلعبت بكل ارتاحية نكمل بقى السورة خلاص أصبح في مواجهة المربع وكمان إيه؟ لأ ده هو تلعبت له في اليمين وبصاع عمل عرضية بكل سورة كان فاضي تماما فعندهم مشكلة في قلوب الدفاع هنا قد تلعب الشورت باصس والدبل باصس ما بينه وده اللي يتميز بين نادي الأهلي في آخر خمس ست مباريات اللعب في العمق واللعب على الأرض أو اللونج بول اللي هي تشيبين كده يعني قد يستغلاء نادي الأهلي نهارده أكيد تضربوا عليها بشكل كبير إن شاء الله بإذن الله بس كده كل التوفيير للنادي يا رب إن شاء الله شكرا جزيلا وإن شاء الله لنا بإذن الله لقاء بعض مباراة والنتيجة أيها الكسبان بإذن الله أكيد بإذن الله شكرا جزيلا